جدد فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل من أجل تعزيز دور المرأة وتمكنها من المشاركة في صنع القرار وبناء استلام الذي يستحقه جميع اليمنيين جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري في مدينة المكلة بالقطاع النسائي في محافظة حضرموت بحضور المحافظ مبخوت بن ماضي ووجه رئيس مجلس القيادة في مستهل لقاء تحية إجلال وتقدير لكل نساء اليمن التي يتحمل نلعب الكبير في الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تفاهم المجلس والحكومة لمطلب تمكين نساء حضرموت من العمل والقيادة سواء على المستوى المحلية والمركزي مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تلبية ذلك ووفقا للقدرات المهنية والمعايير القانونية وأعرب الرئيس عن ارتياحه للتقارير التي تشير إلى أن نساء حضرموت يحققنا كل يوم تقدما مهما على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية والأعمال الخيرية قائلا إن ذلك ما يزال غير كافل لكنه يبشر بمستقبل واعد كما أعرب عن إدراكه للمخاطر والتحديات التي تواجهها الأسر الحضرمية والتي تتطلب مضاعفة دور المرأة على جبهات متعددة لافتا في هذا السياق لخطر التطرف الذي تنشره التنظيمات الإرهابية واستقطاب الشباب إلى مناطق الميليشيات الحوثية فضلا عن مخاطر المخدرات والفقر إلى غير ذلك من المخاطر التي يعول على المرأة كثيرا في التصدي لها ومكافحتها ترجمة نانسي قنقر